اهلا بحضرتكم مرة تانية هقولك بعض مما شاهد السيد الرئيس اليوم في حفل الافتتاحات شاهد فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة في محافظة المينيا والحقيقة الفيلم أكتر من رائع أنا بدعوكم بعد الحلقة أن أنتم تروحوا تشوفوا الشباب وتشوفوا الإنجازات بعنيكم ما حدش قدر يصور حاجة مش حقيقية ولا مش موجود كمان شاهد الرئيس أثناء افتتاحات المشروعات التنموية والخدمية الجديدة عدد من العروض الفنية قدمها كرال جامعة المينيا وفرقة المينيا الشعبية والرئيس كمان كان زار مدرسة كده من المدارس الجديدة الحلوة اللي تبشر بالخير لأهلينا واتخلينا ننتظر جيل جديد مليء بالمواهب والطاقة نروح معاكم بقى لكلمة دكتور مصطفى مدبولي لأنها مهمة جدا وأكد فيها أن رؤية الدولة المصرية هي تحسين حياة المواطن وقال أن الدولة بتعمل على تحسين معيشة المواطن بإنجازات ليست فقط مجرد تنفيذ مشروعات لكن القيادة السياسية بتعمل بمحاور متوازية على تحسين مستوى المعيشة وخلال الكلمة اللي قالها دكتور مصطفى مدبولي النهاردة قال جملة شديدة الأهمية وهي تتلخص في رقم 143 مليار جنيه إجمالي استثمارات في محافظة المينيا تحزى حياة كريمة من نصيب الأكبر منها تعالوا نشوف جزء من كلمة دكتور مصطفى مدبولي ونفرح مع أهلينا في المينيا اللي تظلموا كتير واستنوا كتير الحقيقة يمكن من بضعة أسابيع كان سات الرئيس مشرفنا في محافظة سهاج اللي يبدأ أولى جوالاته في محافظات السعيد كوعده دائما أنه لما بيبدأ يعني زياراته الميدانية بيبدأها دائما من قلب السعيد وده كان فعلا من بضعة أسابيع وشفنا حجم الإنجاز اللي أمد بالدولة في محافظة سهاج ولكن الحقيقة أول هذا الأسبوع كان سيادته مشرفنا وإحنا في الاستفاف لمشروعات استكمال مشروعات التنمية الكبيرة اللي بتتم في شبه جزيرة سيناء واليوم إحنا النهاردة في المينيا الرسالة اللي موجودة وتوجيه سيادته إن إحنا منسبش شبر في أرض مصر ما تمتدش إليه آياد التنمية والتعمير وده أهم شيء النهاردة اللي بيميز عمل الدولة على مدار التمن سنوات الماضية إن إحنا بنحاول إن عملية التنمية والتطوير تمتد لكل بقعة من أرض مصر عشان كل مواطن موجود على هذه الأراضي يستحق مننا كل الخير وإن إحنا نساعده على تحسين مستوى معيشته المينيا إذا استبعدنا طبعاً محافظة الوادي الجديد والبحر الأحمر هي تعتبر تاني أكبر محافظات السعيد من حيث المساحة بعد محافظة أسوان بـ 32 ألف كيلو متر مربع وفيها أكتر من 6 مليون نسمة والحقيقة دايماً برضو المساحة المأهولة في المدينة هي 7.5% اللي هي ممتدة حوالين طبعاً نهر النيل المدينة فيها 9 مراكز وتسع مدن بالإضافة إلى مدنتين جداد المينيا الجديدة وملوة جديدة وتأكتر من 300 قرية بتوابحهم طبعاً الحقيقة يمكن المينيا بتتميز بالعديد من المقاومات على رأسها مقاومات زراعية إن إحنا عندنا هنا المساحة المنزرعة أكتر من 576 ألف فدان هذا العام لوحده الحقيقة تبقى للحصر منهم 243 ألف فدان أمح اللي إن شاء الله على النصف الثاني من إبريل نبدأ في الحصاب المينيا الحقيقة أيضاً لديها مشروعات ومناطق صناعية كبيرة الدولة الحقيقة نفزتها على مدار الفترة الماضية وزي ما حنستعرضها بالتفصيل معاكم ولكن أيضاً المينيا شهيرة جداً بنشاط المحاجر نظراً لوجود طبعاً الجبال اللي موجودة بتحيد بالمدن والسحوق وسهل النهر النيل فبالتالي دايماً بيبقى عندنا نشاط المحاجر ده من أشهر أنشطة لموجودة في المينيا بالإضافة إلى المقاومات السياحية طبعاً لأن المينيا الحياة بتشتهر بأنها أرض التوحيد وبتعتبر سجل وافي لكل الأثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية يعني زي ما شفنا في الفيلم فيه هناك نمازج مضيئة جداً من أبناء المينيا طبعاً بدءاً من هدى شعراوي وطاه حسين وأيضاً الشيخ مصطفى عبد الرازق اللي هو كان شيخ الأزهر ووزير الأوقاف في وقت ما وأيضاً البابا ديمتريوس الثاني بابا الإسكندرية ومن العهد العصور الحديثة أو العصر الحالي طبعاً يعني الموسيقار العظيم عمار الشريعي لأديب لويس عوض والدكتورة الوزيرة وميرفت التلاوي الحقيقة زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني رؤية الدولة المصرية من كل المشروعات اللي أنا هعرضها عليكم كان هناك هدف واحد فقط هو المواطن المصري وإزاي أن نحن نحسن مستوى معيشة المواطن المشروعات مش ليس فقط لأنها تكون مشروعات ونباهي أن احنا بننفذ مشروعات لكن نصب أعين الدولة والقيادة السياسية اللي بتتبعنا يوم بيوم هو إزاي أن نحن بنحسن مستوى معيشة المواطن وده أهم شيء وده اللي كانت الرسالة اللي يمكن سيادة الرئيس قالها يوم تواجده في سهاج من شهر يناير الماضي أنه بيؤكد وبصورة قاطعة أن نحن هنستمر أن نضع صعيد مصر على قمة الأولويات والحياة فعلاً يعني الكلام ده منعكس ومترجم بصورة حقيقية من واقع أن مشروع أو المبادرة العظيمة ومبادرة حياة كريمة يعني الصعيد في المرحلة الأولى هو اللي له نصيب الأسد من عملية التنمية ما نسناش موضوع البنزين احنا جايبين خبر مخصوص وجايبين مداخلة مخصوص زمايلي كترخيرهم لأن الموضوع ده موضوع خطير ويهم الناس جداً جداً طبعاً في ظل تزبزب أسعار الخام خام برينت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اللي بتتابع وبتنفذ أليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قدمت توصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي من وإلى اعتباراً من الثانية من صباح اليوم الخميس 2 مارس 23 بدأ تطبيق الأسعار الجديدة بنزين 80 بقى بـ 8 جنيه 75 بنزين 92 بقى بـ 10 جنيه وربع 10 جنيه وربع بنزين 92 الحقيقة ضربة يعني لأنه يمكن الأكتر التسعن في الاستخدام ويمكن الدولة بتحرض على الزهاب لـ 95 لأنه يعني صديق للبيئة أكتر وفيه منافع كمان للمواتير بس يعني مغليش أكتر من 75 إرش بقى بـ 11.5 السولار زي ما هو وبنزين 80 من 8 بقى 8.75 يعني زهد 75 إرش طن سعر بيع طن المزوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز هيصبح 6000 جنيه للطن سعر بيع السولار زي ما هو زي ما قلت لحضراتكم السعر المزوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية ما اتحركش زي ما هو وغاز تموين السيارات أصبح بـ 4.5 جنيه للمتر دكتور عمري يوسف الخبير الاقتصادي وخبير التشريعات المالية مساء الخير يا فن مساء الخير يا فن أهلا بيك يا سيد زهاب أهلا بيك يا فن دكتور عمري يعني نش عارف يعني انت حاسس ان الزيادات دي محتملة للناس ولا ايه رؤيك انا عارف انه تسعير تلقائي وانه احنا خلاص ما بقناش بندعم هذا الامر وانه احنا بندعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لكن يعني احب اعرف انطباعك اول ما عرفت الارقام والله هو يعني زي ما حضرك تفضلت يمكن اجتماع اللجنة بشكل ربع سنوي وشكل دوري علشان تعيد تقييم المحروقات داخل السوق المصري ويمكن احنا على اعتقد على مدار اجتماعين سابقين اللجنة ثبتت الأسعار او زودتها بنسبة قليلة عن المراضي ولكن حضرك احنا للأسف الشديد العالم كله بيتعرض لأزمات اقتصادية ونواتج تضخم من اربعين سنة مع عشنا هاش وعلشان كده وطبعا نتيجة التوجه العالم كله ليه تقليل المحروقات او الوقود اللي بيعتمد على الوقود الاحفوري او الاحفويري او نسبة التلوث فيه بتبقى عالية شوية نتيجة الضرر بالبيئة فبنجد ان حتى زي ما حركت تفضلت البنزين تين ستعين ابتدى يعلى اكتر برضك تمانين ابتدى يعلى اكتر في مقابل خمسة وتسعين اللي هو اقل ضررا لي البيئة وده توجه اعتقد توجه اممي على اعتبار انه هو مطمر المناخ لبه للكلام ده ولكن يعني توجه اممي ان احنا ما نعليش اوي الاكتين نمبر العالي ما نعليش سعره اوي عشان الناس تذهب اليه تقصد كده اه طبعا احنا احنا يعني في التوجه دلوقتي الاستخدام التقاتل النظيفة يا سوز يعني يا حضرتك اه سوز اه العالم كل بتوجه لاستخدام البداية التقاتل النظيفة لانها للأسر الشديد برضك يمكن بعض اهالينا ما يعرفوش المشكلة اللي العالم بيتعرض بها حاليا في الوقت الحالي هي فكرة التغير المناخ دول تتعرض لي شوحي مائي وغيره ودرر نتيجة اه 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 ارتفاع درجة حرارة الكرة الارضية وظل هيأثر على الاقتصادات بتاعت الدول اعتقد يعني لما انا بصراحة يعني لما شاهدت القرار الصبح اتلج صدري قرار السيد رئيسي الجمهورية فيما يتعلق به دفع حزم اجتماعية جديدة ل التخفيف من علاكة للأسر مصرية واعتقد القرار ده يا أستاذ إهاب بيرجعني لسنة من النهار ده اعتقد في شهر ثلاثة اللي فات سنة 22 صدر نفس القرار بزيادة بذات المرتبات زيادة ستسنائية عن معادها الرسمي في نهاية شهر ستة مدى السبعة بقيت أربعة اه واعتقد كان التكلفة ساعتها 130 مليار جنيه وصولا لقرار النهار وكان طبعا كان في قرار قبل كده في شهر آخر فأعتقد ان القرار هيقلل شوية من القرار لجنة التسعير النهار ده اه هيبقى اشد او اخف وطأ على كهل القصة المصري شكرا كفا شكرا جزيلا دكتور عمر يوسف خبير الاقتصادي خبير التشريعات المالية اروح معاكم للمجال السياحي الذي اعشقه كثيرا واؤمن ان بلدي تحمل من الكنوز ما لا يخطر على قلب العالم الحقيقة انه وزير السياحة والقصار بيعلن اكتشاف ممر جديد داخل هرم خوفه دكتور احمد عيسى وزير السياحة والقصار هو الاعلن في مؤتمر صحفي امام هرم خوفه نهاردة الخميس انه من خلال مشروع استكشاف الاهرامات تم اكتشاف وجود ممر بطول 9 متر وعرض مترين و10 سنتي وقال ان العمل استمر في المشروع من عام 15 وانه بالتعاون مع جامعات عالمية من امريكا فرنسا المانيا اليابان كندا وجامعات مصرية ايضا والمجلس الاعلى القصار ووزارة السياحة والقصار طبعا ده موضوع كبير جدا وموضوع خطير جدا لانه زي حواس وزير وزير خلال وموضوع وموضوع هرم 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 خوف التوقيت اثار متعددين وموضوع على القصار حديثة جديد الحديثة نتيجة البوناء ونتيجة انهم طبعا عندنا فوق البهو العظيم عملوا هذه الفجوة عشان انهم بيبنوا يقدروا العمال اللي بنوا هذا البهو العظيم اللي هو الكبير او اللي بوصل بعد كده لحجرة الدفن بتاعة الملك خوفه ده في حد ذاته يقدروا بعد ما يخلصوا البوناء يخرجوا من هذا المكان فكل الفجوات دي تركت لكن الجميل ان احنا نقدر نرصود لان حضرتك عشان تعملها كنت لازم تعمل حفير وتهد في جسم الهرم لكن ده ما بحصلش فعن طريق هذه الأجهزة والرصد بها وبالأشعة التي لا تؤثر على جسم الهرم على الإطلاق نصل إلى أفضل نتائج زي ما حاجت تقدر تستكشف بأي جهاز ايه اللي وراء الحطة من غير بسيطتك تهد أو تهد شكرا جزيلا دكتور حسين عبدالب بصير مدير عام أثار منطقة الأهرمات سابقا شكرا جزيلا وإحنا طبعا هنتابع مع حضراتكم ايه المردود السياحي اللي ممكن والعلمي كمان وده الأخطر اللي ممكن يوضيفه هذا الكشف لقيمة الحضرة المصرية القديمة نروح للجو وآخر أخبارنا عن الجو الجو اللي معي كل الناس وعلى رأيي الكوميك واحد بيقول يا رب مفيش حد أبدا يقولي أنا معاك وعمري ما حسيبك طلع له دور البرد قال له ما روحت فين فالحر اللي احنا فيه بيزود الكحة وبيزود عرق الجسم اللي بيخليه بعد كده تعرض لأي شوية هوا ياخد تاني دور برد ولسه أيمين من أدوار برد ربنا ينجينا هيئة الأرصاد بتكشف عن نشاط رياح جنوبية بتسير تراب على مناطق من الدلتة والسواحل الغربية وخلال ساعات أتربة ورمال على اسكندرية والبحيرة والغربية والقاهرة وفيه انخفاض للرؤية الأفقية على الطرق الناس اللي بتسوق تاخد بالها في برج العرب بتنخفض الرؤية الألف وثمانمائة متر بس اسكندرية خمس تلاف القاهرة ستة لاف تابع آخر رصد للمحطة دكتور محمود عبد مجيد استشاري الأمراض الصدرية مدير مستشفى صدر العباسية سابقا مساء الخير يا فندم خير أهلا بيك يعني يا فندم احنا يعني كنت بقول أنه الجو سخونة بالنهار يعني سخونة بالنهار وبالليل برد كمان يا فندم بقى الخطورة بقى أنا بعتادة كلامك ده يعني قرع الدكاترة معلش نعم يا فندم ده بعتبره قرع الدكاترة ما إحنا هنأكل عيش منين يا أستاذيات لا يا فندم إزاي العافة يا فندم بعد الشر عنكم طبعا جميعا يا لا يا فندم ده حضرتك بقى هتأكل عيش من اللي جاي بقى اللي هو أصحاب الأمراض أصحاب الأمراض الصدرية والضيوب الأنفية وعذابهم ويعملوا إيه في الأيام دي نتمنى أن الناس كلها تبقى كويسة وخير وصحة جيدة إن شاء الله بس أهم حاجة أن احنا هنتبع رشادات يمكن فيه رشادات معروفة وقديمة ومن أهلين عارفينها يعني طبعا الناس ما ننزلش في الجو المطرب ده إلا يعني أغراض مهمة أو غرض لا يمكن يتعمل اللي لازم نعمله بنفسنا وخصوصا مرضى الحساسية مثلا لعندهم حسية صدر أو حسية أنف ويفضل إن هما لو اضطروا إن هما ينزلوا يبقى لابس كمامة يعني واحدنا نتعودنا من أيام الكورونا على لبس الكمامة إنما يعني يفضل إن إحنا ما ننزلش كمان برضو في بيوتنا نقفل للشبابيك وقت العواصف والحاجات دي عشان ما يبقاش فيه أتربة وتخش ذات مرضى الحساسية الصدر والأنف دول هما المعرضين أكتر يستخدموا الأدوية بتاعتهم بانتظام يعني إذا كان مرضى حساسية الأنف يستخدموا بخخات الأنف إذا كانوا بيهملوها لا يستخدموها إذا كانوا مرضى حساسية الراب وبرضو بخخات الصدر يستخدموا بخخات الصدر بخخات الحساسية بانتظام زي ما الطبيب يقول ولو حسينة بأي عراض زي استفاع في درجة الحرارة أو سعال متكرر أو صعوبة في التنفس نلجأ للملاكس الصحية القريبة بين بيتنا مع برضو ارتداء كمان ومحن رايحين يعني احنا عملنا بروفا كبيرة جدا واخدنا يعني عملنا تدريبات جمدة جدا في ايام الكورونا مش كده ولا ياسه زياني او خدنا مناعة وخدنا مناعة طبعا في الشك ان برضو كويس الحركة قلت هذا الكلام لان هذه الادوار كلها اخرها مش سيئ زي ايام الكورونا يعني كورونا بقيت ضعيفة جدا الناس بخدت اللقاحات حتى لو بيصاب بكورونا ما يخافش ولا بنشوف حالات صلانة السوكسوجين زي ما كنا بنشوف او تحتاج دخول المستشفى او التهابات رائوية حاجات دي ما بناشت تشوفها هي عبارة عن نازلة برد ممكن تتطور لا اضر الله نازلة شعبية وتاخد علاج وتشفى ان شاء الله شكرا جدا جدا سعدتك دكتور محمود عبد المجيد استشاري الامراض الصدرية ومدير مستشفى الصدر العباسية سابقا بشكرك على وجودك معانا وبشكركم مشاهدينا وبعد فاصل قصير هيكون حدثنا عن اجتماعات مجموعة الدول العشرين وخطورة القادم وهل له تأثير علينا ام لا